البلد كله فضايح، الفساد وينما كان والجمهورية عم تسقط كلنا خدرين كأنه تعودنا على الفساد، كأنه خضعنا للأمر الواقع بلا مرثين برنامج سياسة جديد بيقول لا بحط الأصبع على الجرح بمواقف قوية وأسئلة جريئة من دون عواطف ومصالح من دون كفوف ومن دون خطوط حمر نحن رح نخاصد من التهم، نحن رح نخوف وما رح نخاف رح نسأل كل الأسئلة وعن كل شيء لأنه التخدير ممنوع بعد اليوم رح يكون برنامجنا بلا مرثين 11 شهر ترابط ساحات بالمنطقة لمواجهة العدوين الإسرائيلي على غزة 11 شهر قتل، تهجير، موت وريح الدم 11 شهر جنوب لبنان مدمر وبيجي بخبرنا اليوم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران خامنئة بضرورة التراجع التكتيكة أمام إسرائيل ببعض الأحيان كما في الميدان العسكري كذلك في الميدان السياسي هون يجي على راسك تسأل كذا سؤال منها وين صار تحرير فلسطين وإعادة القدس والمسجد الأقصى لأصحابهم؟ وين صار تصدير الثورة الإسلامية للعالم؟ وأكيد ما مننسى وحدة الساحات وسبعة تشرين الأول فمن إعلان الهجوم استراتيجي للتراجع التكتيكي سر مدين بدت تتراجع إيران اللي أصلا حمسة حماس على الهجوم ولي حمسة حزب الله بحرب مساندة ضد إسرائيل أصلا ليه الهجوم من الأساس؟ وإيران مربوطة بمصالح مع الدول الكبرى وبتعرف أنه لا قادرة تحرير القدس ولا قادرة تساند غزة والموضوع اللي بينطرح كلبنانيين نحن ضحية تراع مقلنا فيه فهل حزب الله بيعرف أنه هو فصيل بنفذ وإذا عرف فعلى ما تبقى من لبنان السلام مواضيع كتير بتنطرنا هالأسبوع رح نقشها مع ضيفتنا الإعلامية مجدولين لحام مجدولين أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا مرفين اليوم دايما البوصلة مواجهة عندك ضد حزب الله ليش؟ شو بيعني حزب الله لمجدولين لحام صراحة مونة بدي أقولك نحن كنا أخذنا رحلة كتير كبيرة للبنانيين من رحلة الصبر الاستراتيجي على إجر ونص تجو عمودياً تروحوا أخيطياً لو صلنا للتراجع التكديكي والتراجع الاستراتيجي والتراجع على البيدان العسكري بالسياسة اليوم أنا بتخيل كشخص لبناني من بيروت من طريق جديدة إنه الخميني أو الخامنئي اللي هو الخميني خلص راح ولكن إجا اللي أضرب منه وكلما بيروح واحد بيجا اللي أفضع منه بتخيل الخامنئي ماسك أوبرلير على إسرائيل وبيصرخ وبعيت وبيهدد وبيتوعد وبيرجع بيتراجع تكديكياً ولكن بوجي أنا ماسك بسبن ماسك بندقية ماسك دبابة ماسك نحر رقاب السوريين واليمنيين والعراقيين اليوم أنا هذا هو حزب الله بالنسبة لله حزب الله هو نسخة من نسخات الإرهاب لتصدير الثورة الإيرانية اللي هي ليست إلا ثورة إرهابية أريد أن يصدرها لعننا وهي ليس فقط أي ثورة إرهابية ثورة إرهابية إسلامية شيعية اليوم خلينا نكون كتير واضحين اليوم لما بنا نجي نسمي داعش كتنظيم أريد أن يعمل دولة إسلامية وفيها خلافة اليوم في واحد نفكر حاله أمير المؤمنين وأمير المعصومين بإيران وريد أن يتحكم فيه وأنا ممنوع إلا لأنه هو معصوم عن الخطأ معصوم عن أي شيء تقولي بدي يتحكم فيه بأي يعني عم تحكي اليوم عن قتل ونحر وعم تحكي عن اليمن والسورية أنت اليوم لبنانية شو قليك باليمن والسورية والمنطقة الحوالينا؟ لا أنت بديك تشوفه شو اللي أنت ما متت ما شفت مين مات ما هو نفس النموذج اللي كان بالعراق عم بدو يجي على لبنان نفس النموذج اللي هلأ باليمن بدو يجي على لبنان وبدو يكون باللبنان خليني أقولك هك بكل شفافية اليوم مونة لما تكون أنت قاعدة لنقول وعم تحكي أو عم تسمعي خطاب لناصر الله لما يطلع لناصر الله بجاهر بكل وضوح بمعتقداته الدينية قبل ما يحكيك عن فرضه السياسي عليك هل بيقدر اليوم سامير جعجع أو سامي الجميل أو ميما كان على الكرسي السني سواء سعد الحريري أو ميقاتي أو ريفي أو أي حدا أو مخزومي يطلع يقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم وبسمي ربي عمر بن الخطاب وبدو يحكيك عن أمجاد عمر بن الخطاب وأمجاد الفتحات الإسلامية وبيجي بيقلك أنه نحن سنعيد وسيدخل عمر بن الخطاب فاتحة لكسرة ونحن بدنا نذل وإنما يجي الوقت اللي نذل في إيران كما أذليناها قبل شو بيبنى على السنة أنه يعمل هيك؟ نحن معنا هيدا الخطاب التحريدي معنا هيدا ما فقنا وربينا على هيدا الخطاب نحن ربينا على التعايش ربينا على نحب الآخر على التزاوج بقلب العيال على كل شيء خاصة اللبناني السنة يعني بعيدا عن اللبنان العربي بتحسيه مختلف حتى بطريقة حياته وطريقة انفتاحه وطريقة تجارته وطريقة كيف حكم ما في برقب تدام نرجع نحكي بالأمور مثل ما هي حتى المسيحة هل بيقدر يطلع المسيحة يقولك مثلا أنه أنا بدي أرجع أعمل الحروب الصليبية وسأعود اليوم بدي أجأ أحكيك بكل وضوح اليوم الحزب الله اللي عم تسأليني إذا أنا معه ولا ضده اليوم حزب الله عامل تمدد شيعة بالمناطق والأراضي المسيحية واشتراها لدرجة أنه نقصت الأراضي المسيحية خمسين بالمئة هيدا منه رقم عادي يعني إذا نحنا جينا وعملنا على غرار الخريطة الفلسطينية وكيف ظغرت فلسطين وكيف كبرت إسرائيل فينا نعمل نفس الخريطة اللبنانية ونحط ونشوف كيف ظغرت الأراضي المسيحية وراحت وكبرت هذه الأراضي لصالح إيران من المسؤول عن هذا الموضوع؟ اليوم إيران عنده تمدد شيعة وتمدد واضح وتمدد لدرجة شراء وتغلغل وتغلغل لدرجة أنه يرجع يعملوا اللي عملوا الإسرائيلية بالفلسطينيين من المسؤول طيب عن هذا الموضوع؟ أكيد إذا كان الفلسطيني مسؤول بقلب فلسطين عن التمدد الإسرائيلي واليهودي اللي صار بيكون المسيحي مسؤول لا المسيحي ما أنه مسؤول الإضعاف للمسيحيين هو الموضوع التام الإضعاف للسنة هو الموضوع التام الإضعاف للدروس هو الموضوع التام يمكن الدروس أكتر ناس تنسكوا بأردن من بين الكل لأنه واعي وليد جملات على موضوع التمدد بينما السنة والمسيحة عندهم هايدي مثل ما بيقولوا الرخاء لا الرخاء الرخاء ما عنده خوف من الآخر ما عنده بيقولوا عنه أقلية وبيخافوا على حالهم لا بيعتبر لبنان هو آخره أول وآخره بدايته ونهايته وجوده وكمالته فاليوم أنا لما لقي المسيحي عم بتم متل ما بيقولوا قدم بيته تآكل العقارة السكانة والتآكل الحقوق ليس تآكل الحقوق اللي بيحكي فيها ميشيل عون لا هايدي ميشيل عون لما يعد يستخدم تآكل الحقوق سلوغن ونرجع ونحكي على الأرض بالحقيقة ما عمل لشي لموضوع التآكل بالعكس حطيت إيدك بإيد اللي عم يأكل الأراضي حطيت إيدك بإيد وإذا أنت بتطلعت تحكي بهيدا الموضوع بيقولولك بيتمسخروا قال بيتمسخروا على المسيحي بيقولولك إنه شهدين التسامح مع بتخلوا الشيعة أنه يقعدوا بهيدا المحل أو بهيدا المحل أنا بمكان من الأمكنة لما كنت مع هيدا الخطاب كنت فعلا نقول إنه ليه بالحدث ممنوع المسلم يستأجر أو ليه كذا هلأ صرت كثير بفهم الموضوع لأنه لما بدي يكون أنا في تهديد لوجوده لا بدي يقول أه بدك تحمي حالك في اليوم الخطاب اللي عم تحكي فيه اليوم كيه طائفة عفوان لا مانو طائفة 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 وعم بطريقة ما عم نشوف إنه وهيدا سؤال هل الصراع هو ثني الشيعة؟ لا الصراع هو وجود لبناني ومن مطاقف اللي عم بحكيه اللي عم بحكيه هو تمدد إيراني لو اليوم الشيعة بياخد مناطق المسيحيين وبيقعد عائل بيكون شي عادة بس لما بدي ياخد مناطق المسيحية والسنية حتى يرجع ينفذ لي سبع أيار مجيد وياخد لي المناطق استراتيجية اللي هو بدي يفرض عليها بالسلاح عندما نقول له لا بدي يقول له أنه أنا لأ بدي أحمي حالي أنا مثلا إذا شخص مهدد بدي روح شوف أنا وين بقعد بمنطقة ما فيها هيدول العالم ما فيها خمينيين خمينيين هيك عم بيصير معيك هلا هيك عم بيصير معيك هيك عم بيصير معيك بتفتش على مكان ما في بقلبه هود النوع من الناس دمك مهدور يعني هلا مش بس أنا دمي مهدور وما بدي قعد دمي أخد دور الضحية لا أبدا على فكرة أنا من الضحية أنا قوية ومثل كل واحد اليوم قوي بيقلك صفر خوف وأنا بدي أطلع بعيونك وبيدي أقلك أنه أنت الطائفة اللي عم بتجرني أنا يلي كانت عم قول لا للطائفة السياسية وكنت أنا من سنة كنت عم قول بدي لبنان دائرة وانتخابية واحدة تخيلي اليوم شو بتقولي اليوم بقول ما بدي بدي كل الخمينيين خمينيين بالحبس هلا اليوم الظلم اللي عم بتعيشيه هو اللي عم بيخليك تصيري أكد أكثر تشدد سنيا لا يلي عم بيخليني أعيش هيدا الموضوع هو كل شيء لما انفتحت على العالم العربي وصراحة في تطبيقات على السوشيال ميديا بتخليك تحكي مع الآخر العربي بتحس ان كأنك رحت عاشت في العراق أو كأنك رحت عاشت في اليمن أو كأنك رحت عاشت مع السوريين اللي تهجروا لما صرت تفوت على تيك توك وقعد بلقاشات سياسية مع الأشخاص صرت اسمع سماعيات ما سمعتها بحياتي ما كنت بعرف هذا الآخر ماذا يضمر لي وفي باطنيته وفي الطقية التي يمارسها شو بيضمر لي فأنا صرت كتير متنبهة لشو عم بصير وأنا بدعي كل واحد اليوم بقلب بيته يفتحها التليفون ويحكي مع اليمن ويحكي مع السوري ويحكي مع العراقي ويشوف لوين أخدوهم هيدول الإيرادية وننتبه كثير مني حنينا عابل بلبنان نحكي مع بعضنا لا لا بالعكس لأنه نحنا بلبنان نحنا بنحكي مع بعضنا هيدا الكلام هيدا الكلام خبرية فرق 14 أذار حتى يسود حكم الملالي في لبنان هيدا منه حقيقة أنا وأنت أنا هلأ عم بحكي يمكن بمسك وانت ما فيك تقولي لأنك هلأ لازم تقولي محام الشيطان ويمكن أنا بقعد مع يعني بحية دائما جريئتي وبلاي أنك أنت إمرأة جريئة وبهيضا نهار بديلك ينعاد عليك لأنه أنا بعرف أنه اليوم عيد ميلادك بقى هابي برده إن شاء الله يا رب دائما حميلة مونة متقلقة و الله يحميك شكرا مونة أنا لما أعد مع المارونة مع الروم حتى شهود يهوى مع يعني السنة مع الشيعة العربي الذي يعلم أكتر واحد على فكرة بيعرف اليوم النظام الملالي شو هو وأكتر واحد بيعرف أديه هن خطر على لبنان هن الشيعة العرب الذين ربيوا وكبروا بهايدي البيئة وبيعرفوا كتير منيح لأين رايحة البيئة وبيعرفوا كتير منيح ليه لأنه هناك عندهم ما في هذا القناع اللي بيلبسوه علينا وقدامنا أنت ما بتخافي مثلا لما تجي تسأليني عن موضوع عن موضوع أنه أنت خطابك طائفة أنت ما بتخافي بيوم من الأيام يجي حسن نصر الله ويقلك بدي الخمس شو يعني الخمس؟ يعني أنه أخد خمسة بالمية من كل مقدرات البلد لأليه لأنه أنا هاشلة بس أنا اليوم سيد نصر الله عم يأخد الخمس والعشر والأكتر بلا ما يقل لي هالجملة إذا بدأ جلال واقع مظبوط بس بس كيف بدأ إليك بس مثلا مبارح كت عم بحدا أنه أنت عم تحكي أنه اليوم تيطبق علي الشريعة الشعية أو الشريعة بشكل مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر بس لبنان ليس لبنان هو فيه اليوم فيه تعايش وليس بلد إسلامي أنا صراحة لأني متعايشة لأ أنت بتشوفي اليوم لبنان بلد عزب الله؟ أنت متعايشة مع حزب الله؟ أنا مش متعايشة مع أفكاره أكيد بس هل أنت بتقدر تقعد مع علوشي وزهراء يلي هن من بيئة حزب الله وتقعد معهم وتخوض نقاش سياسة طبيعية؟ لا أكيد لا عندهم أفكارهم وعنا أفكار يعني أنت مع مقولة ما بيشبهونا لا مش أنا مع مقولة ما بيشبهونا هن بيعرفوا كتير منيح أنه ما بيشبهونا ومش بس ما بيشبهونا هن بيضمروا الشر لنا لا يعني ما بيشبهونا ومش بس ما بيشبهونا لو ما بيشبهونا إن شاء الله عمرهم هشبهوني أي حدا فيني كون أنا ما بيشبهيك فيني كون محجب اليوم وتجي تستقبليني وتكون أنا محترمتك ومحترمتيني صح وحبك وتحبيني ويمكن روح لعندك على الكريسمس وتجي وتصومي معي برمضان هيدا هو التعايش بس أنه أنا أجي أتعايش مع فكرة أنك أنت بدك تقتليني هيدا مانو تعايش بدك تجي تاخذي أنت عندك عم تضمريلي مكان بمكان ما أنا مثلا لنقول كمسيحية بدك تجي تشيليني من أرضي وتاخدي أرضي وتحكمي وتوقفي لكل البلد حتى أنا ما جيب إلا الماروني الظمي يلي هو بيطبع بيطبع ولاية الفقير بشكل أو بآخر حتى كون أنا راضي عنك عمك مرضيك وما بدي عيش معك ومش أنت ما بتشبهني أنت بتضمر الشر لإليه ليش بتعتبر حزب الله إرهابي وليس مقاومة؟ مع أنه اليوم عم نشوفه أنه عم يجري بيعمل معادلة استراتيجية مع إسرائيل بجنوب لبنان شو هي المعادلة الاستراتيجية؟ يعني ما هي المعادلة؟ ماذا استطاع أن يفرض حزب الله؟ قال بيطلع نعيم قاسم الله عن جد ما فيه أكتر من هيك تهريج بيطلع نعيم قاسم قال بيقلنا أنه نحن نفذنا كل ما نريد أن ننفذه في خطتنا ضد إسرائيل الخطة دائماً مبهمة وما نقدر نعرف شو لا 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 أنه أنت نفذت أهدافك إذا نفذت أهدافك فإذا أهدافك التي نفذت هي موت أكتر من 40 ألف طفل وأمرأة في فلسطين إذا هذا هدفك أنت لفذته ولكن إذا كان هدفك هو تحرير الأقصى أكيد ما نفذته وأنت كتير منيح بتعرف أنه الأقصى لا يعني شيئاً لك بالديانة ولكن ما يعنيه لك هو البقيع وهي السعودية وهي إعادة إقامة المقامات التي تريد إعادة إقامتها بالسعودية وفشرته على رقبتكم أنه تقدروا تعملوا هيدا الشيء قبل ما يطلع مهديكم المزعوم يعمل هيدا الشيء يعني من مخبأه أو من مكان هو ليس كريماً إلا للخامنئي إذا هذا الشخص المزعوم موجود ويكلم الخامنئي والخامنئي هو نائبه بالحق أنا لا يعنيني هذا الموضوع بس إذا كان هذا المهدي المزعوم يريد أن يدخل إلى بلادنا العربية من بيروت ومن سوريا ومن صنعاء ومن العراق ومن بغداد ومن الأردن وعمان ومن القاهرة فشرته على رقبتكم لأنه نحن بالآخر شئتم أم أبيتم أمي عربية وأنتم ما بتشكلوا يعني ربع 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 فمش عم بحكي على العدد عم بحكي على النوعية وعلى الفكر وعلى ثقافة الحياة وعلى ثقافة التعايش التي أنتوا اخترعتوا مع الأمريكاني موضوع آيزيس واخترعتوا مع الأمريكاني موضوع الدخول إلى العراق واخترعتوا مع الأمريكاني هذه الكذبة الكبرى اللي هي الموت لأمريكا إذا الموت لأمريكا ليش صدام حسين لما انعدم بتسعة وثلاثين عقدة على عدد الصواريخ التي رماها على إسرائيل ولماذا طلب الإيراني أن يقتل ويعدم صدام حسين في مبنى الاستخبارات العراقية لأنه من مبنى الاستخبارات كان يقود حربه ضد إيران الخميني اليوم لو فعلا الموت لأمريكا ما كانت أمريكا سلمت الميليشيات العراقية يعني سلمتهم البلد وكما لو كان الموت لأمريكا ما كنا اليوم نسمع قاسم قصير وغير قاسم قصير من الأبواق الحزبية التابعة لحزب الله وبيطلعوا بيخبرونا أو بيجهزونا نفسيا أنه اليوم بدون يحولوا الجيش اللبناني لمكان بدون يسيطر عليه حزب الله وقال شو بيقلك قاسم قصير بيقلك نحن حكينا وكان في موجود واحد مسيحي وبيفرجيكي الابتسامة أنه كان في واحد ضمنه معهم وشو بيقلك بيقلك أنه نحن طرحين أو هو اللي طرح مش نحن اللي طرحنا أنه يكون في عنا بقلب الجيش اللبناني نحول ما يكون في قائد جيش يكون في جب أركان مجلس أركان وحزب الله يستلم شو الصواريخ حتى يصير بس لما نقل له بدنا بدنا الجيش اللبناني يستلم بيقلك ايه ما أنا بالجيش اللبناني على غرار ما فعلوه في العراق فشرته على رقبتكن ما رح نقبل أنه تدخله على الجيش اللبناني ليش ما بيوقع في الجيش اللبناني وهو بيطالب بهذا الحق ليش الحكومة اللبنانية بترفض هذا الشي اللي أصلا منه موجود بالدستور اليوم الجيش اللبناني وجيش اللبناني ليش برأيك ما بيحكوا بهذا الموضوع هلأ بعضه منطرح بشكل مباشر على المنصات وعلى يعني بعد ما توقحنوا لهذه الدرجة يعني مرة من المرات مرة من المرات تلع على المساوي وتوقحن وقال أنه بده يفوت المقاومة بالدستور وقاموا عليه الله الله رجعت خفية الموضوع بس إذا في حال يعني مثلا ممكن يكون سامير جعجة عم يطرح أنه إذا بدكم تعضلوا الدستور ممكن يكون بدنا نعدل الدستور بشأن المهل أنا بحذر سامير جعجة أنه إذا أي تعديل للدستور بده يدخلك المثالثة بشكل مباشر وبده يدخلك موضوع الجيش اللبناني واختراق الجيش اللبناني وما تغلط الغلطة يلي غلطوها الإيرانيين لأنه اليوم أنا برأيي سامير جعجة بيمثل الخطاب اللي أنا بيمثلني كل حياتي يلي هو خطاب 14 أزار يلي هو لبنان حرية سيادة استقلال مش تقسيم خبرية اللي بيقلولك أنه نحن ضد الفدرالية إذا أنت ضد الفدرالية لشو بدك تحطيلي جيش شعب مقاومة يعني أنت فدرلت النظرة إلى الدولة شو رأيك بالطرح الفدرالي اللي عم تطرحه شوي عم تطرحه شباب المعارضة برأيك بيزبط بالبنان؟ لا ما بعرف إذا بيزبط أو ما بيزبط هيدا مش أنا يعني مش أنا اللي بحدد هل هو طرح سليم لهيدا المرحلة؟ هل الطرح الفدراليه هو اللي بينقذ أو اليوم تطبيق الدستور وتطبيق الطائف هو اللي بينقذ؟ هل بتقدر تطبق دستور والطبق الطائف وفيه سلاح عم بيقلك ممنوع طبق الطائف والدستور عند كل مفترق طرق هل بتقدر تطبق الدستور لما يكون فيه بيجبولك ميشيل عون ليقدر يجنس جماعة بشار الأسد بلبنان مقابل مصاري؟ هل بتقدر تطبق الدستور مع حدا حتطلك السلاح على الطاولة وبيشيل السلاح وبيقوصلك كل رجالاتك حتى يأخذ الثلث المعطل ولما أنت بدك تعطل البلد إذا كان بدك تكوني ضد انتخاب رئيس اللي هو جاي على مقاسه وبيقلك أنه عدوا اجتمعوا إلى ما شاء الله مع اللجنة الخماسية وأنا مش رح أقبل إلا لما جيب سليمان فرنجية هل بنقدر نعيش مع هيدول الجماعة؟ لا هل الطرح الفدرالي صحيح وواقعي؟ لا أعلم ولكن أنا طالبة شيء يشابه هذا الطرح لأنه أنا ما بدي عيش بقى مع هيدول الأشخاص وما في أنا أحكم إذا كان الطرح الفدرالي صحيح أو لا لأنه غير مطلعة ولكن هل الطرح الفدرالي هو طرح مثل ما بقوله قريب لرأيه؟ أو قريب لشو أنا بديه؟ إيه قريب لأنه نحنا أصلا بفدرالية نحنا أصلا أنا اليوم ما بقدر فوق أنا اليوم فيه إعلام بقلب لبنان عم يطلع للحوثة اليوم مظلوم هيدا كنا بنا نحكي فيه اليوم ما قدروا خلوا الحبتور أنه يعمل إذا بديك تليفزيون ويشغل فيه اللبنانيين فيه إعلام تاني عم يطلع يحرد وخبرين شوي أكتر عنه أنا برأيي أنه تخيل شخص مثل خلف الحبتور يلي قلبه طيب واللي ما بيحب إلا لبنان السيد الحر المستقل يجي يقلك أنه أنا بالرغم من كل ما يمر به لبنان من مقاسي ويعني إغلاق وحصار مزعوم معني بقوله أنه في حصار مزعوم بالرغم كل ما نمر به من صعوبات وأزمة اقتصادية وكل يعني التعطيل كل ما نمره فيه بيجي بيقلك أنه أنا كريمي لكم يا لبنانيين وأنا بحب لبنان وقريب من قلبي وبيدي أعمل مدينة إعلامية بقلب لبنان واستثمر أموالي اللي هو منه مضطر أنه يستثمرها بمكان غير آمن وبيقلك بدي أحط لك المصاري بقلب لبنان وبيدي ما قال أنه بدي أعمل قناة سياسية قريب أعمل قناة ترفيهية وقناة أعلامية تشبه لبنان الذي نعهده لبنان الزمن الجميل شو صار معه للاستاذ خلق اللي حبتوه يلي صار ما خلوه مش بس ما خلوه هددوه وتعرض لحملات تخوين وصار هو عم بيحس أكثر وأكثر أنه ما في استقرار أمني وما قادر يعمل يطلع منصة من لبنان عربية من لبنان لأنه العرب بيهددوا وجود حزب الله وبيهددوا وجود الميليشيات الإيرانية وبيهددوا هذا الخامنئ الذي يريد أن يبث من لبنان ليه لأنه بالوقت اللي نرفض أنه ينعمل قناة لخلف الحبتور بقلب لبنان عم يكون في عنا قنوات تحريض وتطرف وقيم ظلامية مثل قناة المسيرة ومثل قناة الساحات الحوثية التابعة للميليشيات عم تطلع من الضحية الجنوبية لبيروت ومحدة بإلا يا مخل الكحل بعيني ولا بيسترجي حتى الوزارات أن توقفها ممولة من إيران بشكل كامل وتوظف اللبنانيين الخامنئيين الزينبيين والزينبيات ويقوموا بشكل أو بآخر بيمسكوا هذا القناع الإسلامي النقي وبيخلوه يصير أسود مثل قلوبهم لأنه بيطلعوا من لبنان قنوات تحريضية على العرب وعلى محيطنا العربي وعلينا نحن أولا اليوم لما يكون الحوثي عم يطلع من لبنان ولما يكون الحوثي عم يطلع صوته على العرب من قلب لبنان فإذا أنا خائنة ليه أنا خائنة أنا خائنة لكياني لكينونتي لعرقي أنا بيعتبر حالي عربية أنا بيعتبر حالي ماني خامنئية ما بيحدا بلبناني خامنئي ولا المسيحي بيمثله هذه القناة ولا الدرزي بيمثله هذه القناة ولا السني بمثل هذه القناة ولا الشيع العربي بمثل هذه القناة هذه القنوات تمثل فقط الخامنئيين والخمينيين الانعزاليين الذين يريدون اجتياح هذا غسل بأمير يعني في بعض الأحيان بس انت لو كنت مونة جناس مونة لو كان الحطور عمل القناة في لبنان بس ما كانت طلعت هاي جيك القناة واكترح عليك أنا عبسألك بس بهذا التفايل اذا كان انت اقترح عليك الاستيس خلاف الحطور انك تكون اعلامية من اعلاميات قنواته هل كنت قابلت او لا هلا اذا بديك تحكي بالله بالأكيد يمكن اي يمكن اي كنت قابلت انا اوكي بتشبه تشبه 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 لبنان تشبه لبنان البدناية هاوية لبنان بس انت هلا اذا سألتك نفس السؤال اذا قناة المسيرة وقناة الاسرحة نوه انو قناة المسيرة هي تليفزيون مسيرة تمام يفتكروا الناس انو عم نحكي عن مجلة المسيرة التابعة على الاخوات لبنانية يعني انا عم بيحكي عن قناة الحوثية انا لا افقه بالدين اذا بديك كتير الدين الاسلامي ما رح يطلبوا مني يعني اكيد لا بس حال طلبوا منك انك انت تعمل برنامج سياسي بعيدا عن الدين هل كنت قابلت ضغري قلت لي لا هونيك كنت عم تفكري كنت قلت اوك ممكن كذا بس هون انت لأ ضغري ليش لانو ما بتشبه هويتك فاذا الهوية التي تشبهنا شئنا ام ابيناه حتى لو نحنا فيديئيين الهوية التي تشبهنا هي الهوية العربية لان انا على راس السطح فيديئية وعلى راس السطح عربية وعلى راس السطح نحنا البلد المنفتح الذي فينا العنقاء بنقيت نحنا ضيئنا هويتنا اليوم كالربانيين ضائعة الهوية ضائعة الله لا لا لنا ضاعة الهوية الليبنانية ولكن هناك من يريد يعني ضياعها وهناك من يطمح الى ضياعها وهناك من يريد ان يعني يجعلني بشكل او باخر تابعة لمشروع إرهابة وليس مشروع يقول بالحياة لو كان المشروع الخميني بقول بالحياة كنا منفقت شو بتفسري التراجع التكتيكي اللي حكي عنه الخميني إسرائيل طرحت منح السنوار كمان مقار ممر آمن مقابل إطلاق الرهائن وتخلي عن سيطرة على هيدا القطاع عندما اختارت عندما اختارت حماس زعامة الأنفاق وأن يكون زعيمها هو زعيم الأنفاق من بعد إسماعيل هنية كنت على الدراية أو على يعني طرحت الأسئلة لماذا قتل إسماعيل هنية ولماذا تم تصفيته في إيران ولماذا لم يرد على مقتله حتى الساعة ولما نوصل لهون نوصل منسأل حالنا وبدي الناس اللي هني بقلب حزب الله وهذا التنظيم الإرهابي يسألوا حالهم فعليا أنا كرميل شو عموت هل عموت كرميل لبنان يوم عمتوني عن حزب الله تنظيم إرهابي وعم تطلع على خطاب الدكتور سامي جاجع ودكتور سامي جاجع بآخر خطاب له قال أنه ما رح نصنب حزب الله كإرهابي لنظل في ماء الوجه ونخلي شعرة شعرة بينتنا لنقدر نتفاهم حرق دينا لشعرة معاوية حرق دين دين دينا ودين أموتها على قولة الصغرطوية خلصنا بقى شعرة معاوية أنا ما بارث سامي جاجع بدي يرجع بدي يتحدث كرجل سياسي يصطفل أنا بالنسبة أنا إمرأة واقع إذا هو بدي يحكي كرجل سياسي هذا شأنه أنا ما بقى شايفة لا شعرة ولا رمش ولا عين ولا ساعد ما إني شايفة ولا شيء خلصنا أنا بالنسبة لإلي لا عودة إلى الوراء لا أريد شعرة معاوية مع إرهابيين وهو وأنا متأكدة أنه سامي جاجع بيعرف كتير منيح مين هن حزب الله وبيعرف كتير منيح مين اللي بينزل على الشارع بقول سامي جاجع طهيوني وبيعرف كتير إنت قبلين حط إيدك وتحفظ شعرة معاوية مع حدا يعني ما بعشو بدي إلك شو حوان حاطت هيد الشعرة ما بعشو اليوم هل إيران وإسرائيل بينهم مصالح وإذا إيه كيف بتترجم بالداخل اللبناني هل بين إيران وإسرائيل مصالح كيف تترجم بالداخل اللبناني الملف النووي هو الملف الأول الذي يجمع إيران بإسرائيل ومن خلفها أمريكا واليوم الدم اللبناني الذي يدفع اللي كنت عم قوله أنه بدي إيران هون يفكروا اليوم كنت بعدي عم قول لما قابتيني عن الهيدا كنت بعدي عم قول أنه لازم اليوم يسألوا حالهم كرمال مين عم بيموتوا هل مني عم بيموتوا كرمال الحصان كرمال الملف النووي كرمال لبنان كرمال الأرزي كرمال الأرض هل مني عم بيموتوا كرمال الأرض فإذا أنتم على الطريق الصحيح لأن هذا التراجع التكتيكي هو تحضير لما سيأتي من بعد انتخابات الأمريكية من صفقات وهذه الصفقة إذا كنتم متأملين أنه تصير صفقة على غرار الصفقة الإيرانية الأمريكية على دماء العراقيين وعلى العراق وكيف تسلمت إيران كيف تسلمت أمريكا إيران يعني العراق لإيران وبتكن مفكرين أنه نحن ممكن نسكت إذا تسلم لبنان لحزب الله كيف ممكن شو ممكن نعمل برأيك شو ممكن نعمل من يوم لبنان إذا بدك بمكوناته وبمرافقه الحيوية وحكوماته وبوزراءه مسلم لحزب حزب الله شو عم نقدر نعمل ساعته بنعمل اللي هن يخافوا أنه ينعمل ساعته التقسيم خلصنا يعني بروح بعمل أنا كيانة خاص فيه اللي هو ما أنه موجود فيه مش برأيك هن ممكن عم يكونوا عم يدفعوك لهيدا التقسيم ويدفعوني لهيدا التقسيم أنا بدي عيش بمكان آمن ما بدي ضلني عايشة بمكان أنا لا أمانة لي فيه ولا وبدون يكلوني فيه ومش يكلوني بشكل بشكل أنه هيدا البعبع لا بتكون تكلوا حقوقي فيه بتكون تكلوا وجودة فيه بتكون تكلوا حق باختيار الشخص الذي يمثلوني بتكون تكلوا حق الدولة بممارسة العنف على أراضيها بتكون تكلوا حق الأشخاص والأمهات التي التي دفعت دماء حتى يبنى لبنان سواء كانوا دروز أم صنة أم شيعة أم موارنة حتى يصير لبنان جزء من جمهورية اسلامية كبرى يحكموا صاحبه الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه حلوا عنا أنتوا ونائبكم بالحق طب ليش برأيك ما فيه تعددية عند الشيعة ليش الشيعة محصولين بيه لا فيه تعددية وهذه التعددية التي سعى الإمام الخميني على قتلها وقتل هذه التعددية عندما دخل إلى إلى يعني ما فيه تعددية اليوم بس هي فيه تعددية نحن نحن لا نراها فقط ولكن هناك تعددية وهناك خوف للأسف زرعوا في الشيعة اللبناني خوف من الآخر اليوم بقلولوا للشيعة اللبناني أنت إذا سقط سلاحك وسقط السلاح الإراري هيدا بدك ترجع على تصير مدري وين بدك ترجع تصير كما كنت قبل منطقة صحة حقوقك تاريخيا أو عتل على كور أو غير عتل على كور وهذه الكلمات اللي هي من لا تمد للحقيقة بصلة وشفنا كيف في دراسات إن عملي كيف أهمية الشيعة العرب اللبنانيين بتأسيس لبنان وكان فيه مفكرين عرب من أهم صحفيين اليوم بلبنان يلي بمس له رأيه بالنسبة لي أنا هني شيعة مصطفى طحص بيبس الرأيه علي الأمين بيبس الرأيه مريا مصيف الدين بتمسر رأيه مين هول هول مش شيعة بلا شيعة بس شيعة عرب فإذا أنا خطابة من مطائفة أنا خطابة محدد مين أنا محددي مين ما بدي يجيب البلد ما بدي هذا الخمين الخميني الذي يريد قتلي طب أنت كتير بتحددي وبتركزي على كلمة العرب ليش مش شيعة لبنانيين مثلا أليس هناك ميزة للبنانيين يعني بهيدا الوسط العربي بالعكس برأيك بالعكس أنا لا عم بيحكي عن العروبة والعرب لأنه اليوم منا بديك تحكي باللغة يلي بدو يفهم و يفهمك فيها اللي بوجي اللي بوجي أنا عدوي فارسي يكره العرب ويحاسبني على أساس إني عربية فإذا أنا بدي أقول له لأ أنا متشددة بعروبتي لو هو بيكرهني لأني فنقية كنتي حتشوفيني اليوم عم بحكي سرياني وعم بتعلم سرياني ولو كنتي عم تفهم علي شو عم شو عم جاري بقول أنا بالعكس لبنانية على رأس السفح لا بالعكس أنا بدي بدي جاوبيني هيدا السؤال لأنه هيدا أكيد بينطرح لأنه أنت كتير بتركز على موضوع العرب وقتلي ما بتحكي كتير باللبنانية يعني هيدا بيعطي للناس يمكن يفكروا أنه أنا ما عندي قومي بالعكس أنا لبنانية أولا وأنا الشعار الذي يوثلني هو أنه لبنانية أولا يعني إذا كان في إذا وصلنا لمحل أنه المصلحة العربية أهم من المصلحة اللبنانية أنا بقول لا المصلحة اللبنانية أهم ما في عندي غباش أو ضبابية بهيدا الموضوع لبنان أولا عروبت ثانيا ومن بعدها بكف بغير يعني غير شيء ليه عم قلك هيدا الموضوع لأنه أنا ما حطلع من تاريخي وما حطلع من ال دي ان اي اللي فيه أنا وياك إذا إحنا عملنا فحص دي ان اي نحنا في نقيين وإذا عملنا فحص دي ان اي فينا فينا عرب فنحنا عروق عرب وفينا وفي نقيين ويمكن في نقيين أكتر ونحنا لبنانيين قبل عن جد ونحنا لبنان هو وردت وسبت الدنيا بيروت كانت وردت الامة العربية كان يجوا كل الامة العربية تلجأ لقلنا وبعدنا لهلأ اللبناني معزز مكرم بكل البلدان العربية وليس معزز مكرم بإيران نحنا منشبه الامة العربية أكتر ما منشبه الامة الفارسية طبعا هيدا هل برأيك نبيه بري رئيس نبيه بري؟ هو وما يمثل يتماهى مع حزب الله للآخر؟ لا لا أظن هو هلأ مستفيد؟ لا أو لا تظنين؟ لا هو مستفيد من شو؟ هو مستفيد من الغنائم يعني بعد فيه غنائم يعني أنه لا لفترة ما أخذ الغنائم اللي بدو ياخدها ما بعث إذا بعد فيه غنائم ولا لا بس نرجع ما نذكر أنه اليوم نبيه بري بيلعب سياسة وبيلعب مطلحه الشخصية للأسف لما يصير بدو يلعب مصلحة الشيعة اللي تابعين للسستاني واللي هن البقية بدو يخبرهم الحقيقة وبدو يقول لهم أنه اليوم ما هو المشروع الإيراني لهم لأنه المشروع الإيراني لا الشيعة الموجودين اللبنانيين أنا مسترعة هيدا الموضوع لأنه أنا يعني مسترعة الشيعة اللبنانيين السياديين كي نقول الشيعة السياديين خلينا حسير استعملك الشيعة اللبناني السياديين اليوم رحي خليهم يعرفوا أنه أنت كشيعي سيادي لبناني ممنوع أنك تكبر أنت حطب لهيذي المسألة الكبرى أو الأجيولوجية الدينية وأنت مش بس حطب أنت سيكون كره الفرس لإلك نفس الكره للأحواز العربية الإيرانية الإيرانية يلي تقول الإيران أولاً ويلي هي شيعية ومعدومة الحقوق وعم يجري تعطيشها وعم يجري الدعس على حقوقها ومنعه من ممارسة شعائر الدينية ومنعه من ممارسة الحياة بشكل عام وألقاره بس اليوم نشوف أنه رئيس بره عم يعمل اللي بيخدم حزب الله يعني اليوم تسكير مجلس النواب الإصرار على الحوار قبل انتخاب الرئيس طبعاً واحد مستفيد من السلاح ومستفيد من البقرة الحلوب بس أنا عم قول أنه بيوم من الأيام حييجي يوم ويقول لنبيه بره إن الله حق حيوصل لمحال ويقول أنه حسنا لازم سلم هيدا هيدا الشعلة على نظافة إلا إذا هو ما بدي كون بدي يسلم على نظافة أنا عمدي أمل إنه بيوم من الأيام يطلع يقول الحقيقة التي قاله أيام حرب الأخوة هل أوكي لماذا السنة مشتتين وهل تشتيت السنة هو اللي عم بيخلي هزب الله هل قدي يكون مسيطر أكتر؟ مش بس السنة مشتتين كل العالم مشتتين بمقابل حزب الله بس اليوم أوكي عند المسيحيين في قادة اليوم عدت سنة شو يعني اليوم غياب الرئيس سعد الحريري شتت سنة وأنت يمكن ضد سعد الحريري أنا ضد سعد الحريري لأنه سارد الآخر خطابه يتماهى مع حزب الله قاتل والدي فمشان هيك أنا ضد سعد الحريري مش شي شخصي على المصطوى الشخصي هو شخص جيد جدا وحنون وبيحب لبنان وما عنده هيدا نعم تترك لقلك صاحب اللي هي البشعة ما عم بترك صاحب أو عم قول الحقيقة بس يعني يلي 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 استفادوا منه جهاد العرب والعماد عثمان وغسان عويدات والرجالات يلي هن كانوا صاروا رموز للفساد في لبنان وصفقات نادر الحريري جبران بسير هيدا ما بيمصلني ولا بيمصل أي حدا من السنة فمشان هيك أنا ما بيمصلني سعد الحريري ولكن هل كان هو العقدة الجانعة للسنة في لبنان؟ أه كان جانعة وهل ناس بيحمدوله حب بقلبهم؟ أه في ناس بيحمدولهم حب بقلبهم وهم كثر؟ ليه لأنه كان في حاجة لقائد ولكن هل هو خير قائد؟ لا ما كان خير قائد لأنهم ما في حاجة لقائد بلا في حاجة لقائد وبينا نكون قائد؟ مين المرشحين اللي يكونوا بيقودوا السنة في لبنان؟ أنا بدي الخطاب اللي بيحكي فيه أشرف ريفي بدي الخطاب اللي بيحكي فيه فؤاد مخزومي بدي الخطاب اللي بيحكي بلك أنا أشرف ريفي وفؤاد مخزومي شفناهن أول من أوقعوا على اقتراح قانون ماش تحرب لمطار تاني؟ هيدا هو اللي بمثلني مين بمثلني اليدا مين بمثلني شخصية تمام السلام اللي اخده ابراهيم نايمني ما بتمثلني مع انه انتخبته تندام انتخبتي ايه هيدا القانون انتخابي لازم يتغير لانه ما بدي اعطيهم بقى اي نوع من التغيير لانه كل ما بتعطيهم المجال للتغيير بيتنفسوا في اعضاء اكتر يعني اليوم طلعنا مثلا 13 ناس تغييري والقوات اخدوا اكتر مثلا النواب بيرجعوا بعدلوا اه لا هيدا ما زبطت هون بدنا نزبطها هون ونزبطها هون لا ما بدي اعطيهم خلينا بالمصيب اللي نحنا فيها وعلى هيدا الاساس نلعب نلعب معهم يش برائيك السيد حسن نصر الله لليوم ما قدر يسترجع مزارح شبعة مثل ما طموحه وخطابه بشك انه طموحه ما بده يسترجع مزارع شبعة ومزارع شبعة هي اللي طالما كانت هيكه مثل ما ارجحها يلي بنرجع له بعد كم سنه دخليك من 2006 لل2023 تذكر هو انه في مزارع شبعة وانه يريد ان يكون مقاوم تذكر من بعد ما شو من بعد ما حماس عملت الخطوة بفلسطين تذكر انه يقى والله نحنا مقاومة خلينا نجي نشارك بهيدي المقاومة اما مقاومتك هي فعل مستمر او انت مقاوم على القطعة وبتعمل اسناد على القطعة وبتنقلي عمود بتنقلي انتجاج وعلى قولة مش تحرب انتجاج كان في عنده حقوق اكتر من اللبناني لانه فوق انتجاج كان فيه الكهربة الواحل الكهربة نعم الواحل الكهربة ونحنا بقلب لبنان قاعدين بلا كهربة ومطارك بلا كهربة فاذا اليوم انت ما تكذب على العالم وتخبرنا انه انت بدك تحرر مزارع شبعة والكرة السبع اللي بده يحرر مزارع شبعة والكرة السبع ما بيخلي كريش هي اقمن نقطة موجودة فيك يا لبنان ما بيخلي المنطقة الاقتصادية الخالصة يتنازل عن نصة ويعمل اللي بده يعمله ويعطيها لا اسرائيل ما بيخلي نفط فلسطين تكون اليوم عم تستخرجوا اسرائيل وتحطوا بقلب طائراته وتستخدم هذه الطائرات لقصف الطفل الفلسطيني انه تطلع طائراته وتقصف الطفل الفلسطيني وفوق هيدا بترجع بتجي بتقلي قاطع كريش او مكدو او مكدو لا بليز قاطع مكدو وقاطع كبسي عن جد ما انت اللي عطيته لا اسرائيل امداد بالنفط وجاي تحكيني بالمكدو والكبسي وتتوقحن علي انت وابواقك امفيل غادي فرانسيس ما بيعجبك خطابة لغادي فرانسيس لا ما بيعجبنا الخطاب اللي منه لبناني اكيد اصلا ما رح نخد بهدى الانوضوع شخصي ايه ما بحب اليوم اذا بنا نفوت على الداخل رياض سلامة هل هو كبش محرقة مين ضحى فيه هل تم التخلي عنه وتقديمه كمان لارضاء الخارج واسكيت الداخل انه برأيت انا برأيه انه اكتر من استفاد من سياسات يعني المركز ايه هن حلبه الله يوم كان في الدعم اللي عم ينعطى للمواد يعني اللي يكون على اساس انه هي المواد المدعومة تيجي على العد اللبنانيين كان غالبية الاشخاص والشركات التي هي مدعومة من الاموال طبع المدعين واللي كان عم بيامنا رياض سلامة كان عم ياخدوها للمواد المدعومة يطلعوا فيها على سوريا يبيعوها بسوريا بأغلى برجع بفوت المصاري على القرد الحسن من سكت عن القرد الحسن شريات سلامة ما حدا يجي يخبرني خبريات انه هن يعني ضد المصارف وضد المنظومة المصرفية المنظومة المصرفية لازم ترجع مثل ما كانت لانه هيدا الكاش ايكونومي اللي نحن عايشين فيه بدا ثقه بدا ثقه يوم هيدا الكاش ايكونومي يعني عنده ثقه بالكاش ايكون عنده كاش ويخلي الكاش معه ولا انه نحطه ببنك لا انا انا مش ما عندي ثقه بالسياسات اليوم لازم السياسات التتغير مش ما عندي ثقه بالمنظومة المصرفية نحن بالاخر بحاجة طبعا لمصرف مركزي ولكل ما يتبع من منظومة اقتصادية تامة ولكن حزب الله بيع حاكمات في البنان السابق ريعتها لانه كلهم له برأيه وكلهم يعني انا بظن كمان بترجع بتخلص يعني بتخلص الخبرية هيك بيدفع مبلغ ما مثل بانك المدينة اختفى لا بظن انه بيدفع مبلغ ما مقابل يعني اطلاق الصراح وبظن انه هو عامل ما يقول اسرار الصندوق الاسود اللي هو عمليه نحنا ما نعرف اسرار الصندوق الاسود ما ضروري انه يحكي يعني في المحكبة الدولية كانت ما تقلنا انه حزب الله قتل الحريري وكل ما نعرف حزب الله قتل الحريري نحكي بدي كيشها دامغة يمكن ما بهم من الاشيها دامغة ايمتا كان الدليل مهم عند هيدول الاشخاص لانت اذا جبت له الدليل وحطت له بياب خلقته وهاي الدليل هل هو راح يقلك انه هيدا الدليل صحيح بيطلع بيقلك انه لا هيدا المحكمة مسيسة وهيدا مبعدش مسيس الا اللي مش مسيس هي محكمة زعزع هيدا اللي كان مش مسيس عارفت كيف كل الباقي مسيس بس انه لما تجي الخبرية على الشي اللي بيعجبون يمشي الحال طبعا اليوم الخمسية بدأت تجتمع السبت بادارة السفير السعودي وعن ترجع تسترجع نشاطها لانتاج رئيس جمهورية برأيك بتوصل الخمسية لانتاج رئيس جمهورية؟ هل تغيرت المعطيات؟ ما بتتغير المعطيات لينقص راس الافعال ما حتتغير اي معطيات نحن حنضلنا بهايدا الدوامي اللي ما رح تخلص وانا اصلا من البطال تتابع لبعلكت رئاسي اصلا يعني ما له معنى انك التابعيه وان احنا محكمين اصلا عنه هل مشال عون هو اخر رئيس جمهورية ممكن انه شفناه بلبنان؟ لا حسن مسر الله هو اخر رئيس جمهورية شفنا بلبنان ما بقى حيكون في عنا رئيس جمهورية اخر مين رح يجي يعني خلاص؟ حسن نصر الله هو بس لما يموت حسن نصر الله بيجي غيره يعني اذا بدك الملف الرئيسي بيتوقف له حين شايف شو بده يصير؟ عنا رئيس ليه ما عم تسمعيني عنا رئيس عنا رئيس اسمه حسن نصر الله وهيدون المهرجين اللي جايبن هو بيديرون بس مثلا اليوم عم نحكي كدستور وكا لا لا الوزراء ما نحن اللي بيروحوا بيقفوا على على الحدود وبيكبوا حجارة انه هن المقاومين هيدا هو هذا المنظر كان تلبي دحكني انا بس انه هيدا هو لا او المنظر الثاني طبع الدفيلة اللي عنده كمان على الحدود يعني ما عم بفهم انا شو الوضع هو الشبيب او المبارح بيعمل لي نقاطي على النقاش مع الاعلاميين شان تعملوا ما انت بعد عندك ليك نفس يعني تتابع انا بشكل يومي يعني مثل ما بقولوا مطبخ الاخبار السياسي بالمت بي او حتى يعني رحكون بليداء الوطن بظن انه ما بقى قالي جلادي عليهم للشبيبه خلاص يعني بروح بخذة خبرية من رئيس جمهوريتكن منشوفوا كل ما يطلع يطللنا من مخبأه من نعرف طب اليوم هو اليوم عدم الرد او الرد اللي اجا بهيدي الطريقة الخجولة او انا بحطه بعدم الرد للسيوغانات الكبيرة اللي كان يطلقه سيد حسن نصر الله ما رح يقدر ياخد حقه اليوم بداخل لبناني برأيك انه شو بياخدوا سلاحه هيك وخلاص بيسلم او رح يصير شي لتطبيق السبتاعش سفر واحد السبتاعش سفر واحد لم تطبق في لبنان طالما ما في قرار سياسي بده يشيل هذا التمدد الايراني اليوم الملف الايراني اهم للملف اللبناني الملف اللبناني هو جزء من هذا الملف الايراني هذا انا خطابة صار عم يحكي على مستوى عربي مش لاني مني لبنانية ومش لانه صوتي منه لبناني بالعكس لاني لبنانية ولاني بخاف على بلدي وبخاف على ارستي يلي هي بالاخر هي هدفهم هدفهم يشيلوا هيدا الارزة وياخدوا حطبة ويعملوا هيكل سليمان في اسرائيل واللي عم بيطبق هيدا الموضوع هن جماعة الخامنئي اللي موجودين في لبنان فانا ارستي بديها محمية بلدي بديها محمية ناسي بديها محمية صليبي بديها محمية كل ما يمثل لبنان بديها محمية واليوم ما هقدر كون لبنان 10452 متل ما كنت شايفته بوجود هؤلاء لذلك خبرية اي ملف سياسي بدنا نطرح ونعود نحكي فيه توصل بالاخر بتقليلي هل نقدر نغير هون ولا لا انا قبل يعني انا كنت بس في اشتغل ملفات استقصائية ما كنت احكي سياسي ما كنت اطلع اصلا واعمل صوت او او اقول انه انا مع هيدا ضد هيدا انا وصلت لمرحلة قلت كلهم يعني كلهم و14 و8 قلبوا البلد كانة ونزلت على الشارع واكلت قتلة من مين من حزب الله ما نزل القوات ضربنا ما ان ما نزل كتائب ضربنا ما نزل ابن الجبل ضربنا الاشتراكة اللي نزل ضربنا واللي نزل صاري سب عائشة بنص بيروت هن جماعة حزب الله وجماعة حركة امل وهي دول العالم اللي متمهيين مع الخامنة ايه وانا شو دخلني بعائشة اصلا بالفوره ما سألت حالك انه شو دخلنا انا اذا بتنزل وبتقلي شيعة 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 واذا يعني وصوت ما اللي بوجك كمان شيعة صح بدي اشكر حضورك معنا اهلا وسهلا فيك الصحفية مرزلين لحام ببنين جبل مرثين استمتعنا بالحديث مع حضرتك منتعنا على الأسبوع المقبل مع ذلك جديد تصبحوا على خير